اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل ما كان في العالم ومن كل ما كان في الوطن العربي ومن كل ما كان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة ما زلنا جماعة في الكوارث اللي بتصيب العالم ما زلنا في تحديات الفين تلاتة وعشرين ما زلنا اه ان احنا لازم نقتنع ان ما يحدث غير طبيعي لازم نقتنع ان اه نحن في نقطة اللا عودة الفين تلاتة وعشرين هو نقطة اللا عودة لا عودة لما كان قبل الفين تلاتة وعشرين وما بعد الفين تلاتة وعشرين شيء اخر عام التغيرات عام التحولات اه عام اه اه حتى تغيرات السياسية هنلاقيها اه عام الحروب عام الكوارث الطبيعية عام تغير المناخ عام التطرف المناخي يعني احنا ربنا يتولانا ويرحمنا لاننا يعني بدأ حسابنا بالفعل او بدأت الانذارات نحن عشنا فسادا في كل مكان عشنا فسادا في الارض والجو والبحر عشنا فسادا اخلاقيا وفسادا في السياسة وفسادا في الدين لا يهمنا غير جني المال لا يهمنا غير الاستمتاع والاستهتار تحولت كل اتبغتنا الى يعني بندور فين الهيافة بندور فين الحاجات اللي تضيع وقتنا حاجات كتير او يا جماعة زرعوها داخل وطننا وداخل اراضينا وداخل بلادنا علشان يطلع النشأ بتاعنا مغيب ملهوش دعوة باللي بيحصل في الحياة وبالتالي بدأنا نرى الانذارات حتى لو الانذارات جات في الصين جات في اوروبا جات في تركيا جات في اي مكان هذه الانذارات لكي نتطعز يعني الله بيقولك شايف في لحظة دولة زي الصين بكل علمها وبكل تكنولوجيتها مش قادرة تقف قدام الطبيعة وقدام الانذارات السمائية فتخيل احنا لو وقعنا في هذا يلا نشوف ايه اللي حدث في الصين في الصين اخطر كارثة تواجهها الصين الان واغلاق المدارس وايقاف العمل واغلاق متر الانفاء واشياء لم تحدث منذ 140 عام معانا كمان المعلومة الصحية والطبية اللي حضرتكم طلبتوها انها يكون في معظم فيديوهاتنا معانا خضار يعد معجزة لعلاج عشرات الامراض ولازم تكله كل يوم باذن الله يلا بينا نشوف الاخبار والتفاصيل والحكايات والروايات بتوثيقتها وتواريخها وقبل ما نبدأ بفكر حضرتكم بعمل الاعجاب واللايك ودعم القناة الاشتراك في القناة وتدوس على الزرارة تحت الفيديو المكتوب على اشتراك او سبسكرايب نشر الفيديوهات يا جماعة علشان تبقى فايدة لغيرك ومندال على الخير كفاعله كمان يا جماعة ما تنسوش تكتبوا اللهم انا استودعك الارض ومن عليها اكتب ده في كل فيديو في كل مرة تخش فيديوهاتي خلينا نوصل مليون دعاء كمان ما تنساش كلمة ايجابية او كلمة تشجيع لفريق القناة اللي بيتعب 24 ساعة علشان يجب لك الاخبار الصحيحة والموثقة يلا بينا نشوف اول خبر معانا بيقول ايه عايزك تشوف الفيديو ده دلوقتي على الطبيعة وما يحدث. اللي انت شايفو ده يا جماعة. دي مش بحار. ولكن هذه اراضي الصين الان. اراضي الصين الان. اللي انت شايفه. يعني كل حاجة غرقانة في المياه. اللي انت شايفو ده ايه يا جماعة. ده كل اراضي الصين. انا عايزك تتأمل الصورة. وهنوطي الصوت شوية عشان طبعا النشر. ولكن تتأمل الصورة. شايف اه ده المفروض اعلى الكبري. المفروض اه اه يعني التفارق بتاع الكباري. اه ولكن الكبري وصلت المياه لغطة الكباري. المباني اللي انت شايفها دي مباني بالخمس ادوار غطيت بالمياه. يعني اه اه مشاهد مرعبة من اه با 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 بطائرة. بتوري لك الكارثة اللي وقعت فيها الصين. ونكمل هذي المشاهد عشان تعرف كل دي مياه اكنها بحار وبيحاولوا يشفطوها ويعملوها طبعا. بص كفاية المنظر ده جماعة كفاية المنظر ده. وهنا ادي اه الصورة الكبيرة اه الصين عبارة عن اه بحيرة كبيرة. اه لما المياه تصل الى الكبري. لو واخد بالك طبعا الصورة دي عشان بطيارة انت مش شايف. بالزبط مدى هذا التأثير وارتفاعه قد ايه. ولكن الاشجار غطت. مش باين غير رؤوس الاشجار. والكباري وصلت المياه الى اعلى الكباري. وهنا نقرأ الخبر اللي معنا. بيقولك سلطات الصين تغلق المدارس ومحطات المترو وجنوب البلاد بسبب اعصار هاي كوي. يوم الجمعة تمانية سبتمبر الفين تلاتة وعشرين. اليوم والكوارث اللي حصلة في هذا الاعصار ادمر يعني ضمار شامل في جنوب الصين والمحطات المترو بالكامل غرقت. وطبعا المدارس. وبصوا الناس مشي ازاي. فانت تقول ايه? هل تتطعز? هتقول الحمد لله على اللي احنا فيه. حبة انطار حبة حر. ولكن الحمد لله الناس اتحجرت من بيوتها. وخربت بيوتها. وخسرت ممتلكاتها. واجهزتها. ومشين كمان مش لقين مكان يعودوا فيه بالاطفال. فانت لازم تتطعز من هذا وتقول الحمد لله. انت فاكر نفسك بعيد عن هذا بايه? ده اعصار بيجي على غفلة في اي مكان اراده الله سبحانه وتعالى. ربنا عايز الاعصار ده هيجي عندنا هيجي. فاعطيه لك فرصة علشان تاخد بالك وتتطعز. هذا العام هو عام الاتعاز. اعلنت السلطات في مدينة شينتنش بجنوب الصين اليوم الجمعة عن اغلاق جميع المدارس. وبعد محطات متر انفاق والمكاتب. بعد ان تسببت السحبة التي خلفها الاعصار هايكوي. وراءه في هطول امطار شديدة الغزارة لليوم الرابع. وفي السياق ذاته ذكرت ادارة الارصاد الجوية الصينية ان هطول الامطار غزيرة فيستمر وقت مبكر من غادي السبت على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من اقليم كذا الذي يضم شينتنشن ويعد واحد من اغنى الاقليم في الصين. وبثت وكالة الانباء الصينية شنخوا مقاطع فيديو تظهر سكانا يمسكون باشرطة للارشاد ويسرون بحظر وسط مياه السيول التي وصلت الى مستوى الركبة في وقت متأخر من امس الخميس والتي يسكون سبعتاشر مليون نسمة. يعني سبعتاشر مليون وسبعة من عشر يعني تمنتاشر مليون بني ادم مشرد. وازهر سجل هطول الامطار ان ربعمية خمسة وستين ونص ملي متر من مياه الامطار سقطت على مدار اتناشر ساعة. لتسجل اعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام الف تسعمية اتنين وخمسين. يعني هم بدأوا يسجلوا امطار من اتنين وخمسين لم تحدث. فده معناها مش بمعناها من مئة واربعين سنة. معناها يعني في العمر لان لم يسجلوا قبل ذلك. وقالت وسائل الاعلام انها يتوقع ان تتجاوز كميات الامطار التي ستهت اليوميا على المدينة 500 ملي متر. ووصل الاعصار الى اليابسة بجنوب شرق البلاد من يوم السلساء. وتسبب في خسار اقتصادية تقدر بحوالي 691 مليون دولار قبل ان يتحرك غربا امس الخميس. وتم تقفيد تصنيفه الى منخفض مداري. ومع ذلك اصدر مرصد اه هو الانذار يعني العلم والتقدم والتكنولوجيا ما ادرتش تعمل حاجة. واغلقت السلطات المكاتب في بعض المناطق. بينما اغلقت المدارس في جميع اغلقت الدراسة في جميع المدارس. واغلقت عدة محطات مترو كما اوقفت الخدمات في الموانئ. اه وهونجو كونج بسبب اضطرار ناجمة عن السيول. وحولت عمليات نقل المواد الغذائية التازجة والركاب والشحنات الى موانئ اخرى. وعلى بعد نحو 130 كيلو علقت السلطات الدراسة في عشر مناطق بمدينة كزا. واجلت فتح المدارس في حين حذرت مدينة شهاي من تشبع المناطق الحضرية والريفية بالمياه واحتمال حدوث انهيارات ارضية. ربنا يتولاهم ويتولانا احنا في القادم لان تخيل انت عمال تتفرج على واحد بيقولك هيحصل لك كده لو ملتزمتش هيحصل لك كده لو ما اتعصت هيحصل لك كده وانت ولا فارغ معاك وتقول خلاص الصين بعيدة عني. الصين مش عارف ايه امريكا بعيدة عني استراليا بعيدة فرنسا بعيدة. اه وانت فاكر نفسك في مأمند انت لو في قلبي جبل وشفت كل هذا وان لم تتعز فسيأتي الطفان فعلا وهنندم على ما فعلناه. عشان كده اكتبوا معايا من فضلكم اللهم نستودعك الارض ومن عليها. من اعجازات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخضار الغريب. فوائد الفجل. في ناس كتير يقولك الفجل حلو الفجل جميل. تعالى بقى ناخد الفجل بطريقة يعني علمية. ونعرف ان الله سبحانه وتعالى بيخلق لنا معجزات ما بين ايدينا ولكن دايما نجري وندور على الكيميا. هنا فوائد الفجل للكلة. والقولون والبرستاتة. يعني اللي عنده مشكلة في الكلة. حتى للنساء والرجال لفوائد غير عادية. يلا نقرأ فوائد الفجل. الفجل من اشهر انواع الخضار مستخدمة في اعداد اصلاف مختلفة من الطعام. يستخدمه البعض نياء على السلطات وسواء كزا وكزا. وفي منها الفجل الاحمر والابيض وفيما يلي ايها اليك اهم الفوائد الصحية. نبدأ الاول بالفجر خضار جزري يتميز بمزاق حار بعد الشيء مثل الفلفل تتوافر بعدة اشكال وكزا. القيمة الغذائية الاول بتاعته ايه? الفجل ده في ايه? في سعرات حرارية. تسع سعرات حرارية. واحد جرام من الدهون. اتنين جرام من الكربوهيدرات. واحد جرام من السكر. واحد جرام من الالياب. لا يحتوي على البروتين. يعني الفجل كله عبارة عن ما فيوش ايه اي سعرات ولا اي حاجة نهائي تأثر على الانسان. وتلاتة وعشرين ملي جرام من السوديوم. يعني ملي جرام يعني ما كملش الربع جرام ولا يحتوي على البروتين. كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل. فيتامين سي. فيتامين به سيكس. اه والريبوفلافين او فيتامين به تو. والنياسين والسيامين وحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز. ومركبات البوليفينول. يعني عبارة عن كل المعادن اللي نقص حضرتك. ممكن تلاقيها في الفجل. الفجل الابيض والاخضر اللي هو الرأس بتاعت الفجل البيضة والاوراق الخضرة. الفجل الابيض غاني بمضادات الاكسادة مثل. اه اسيد والكاتشين والبيروجولول وتعمل مضادات الاكسادة على تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الامراض والفيروسات وتحمل خلايا من التلف وتقلل خطر الاصابة بالسرطان. كل ده في الراس البيضة فقط. يحتوي الفجل الابيض ايضا على مركبات يمكن ان تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. والوقاية من مقاومة الانسوليد. كما يحتوي على انزيم كيو عشرة وهو مضاد للاكسادة يساعد على الوقاية من مرض السكري. للفجل الابيض دورا ايضا في تقوية العظام والعضلات بفضل المعادن التي يحتوي عليها مثل كالسوم والبوتاسوم المنجنيز. يتميز الفجل الابيض بمزاق حلو قليلا بخلاف الفجل الاحمر الذي يكون حار بعد الشيء. فوائد الفجل الاحمر. لا تختلف فوائد الفجل الاحمر عن الفجل الابيض كثيرا لكنه يحتوي على نسبة اعلى من الانثوسيانين وهي مركبات مسؤولة عن اللون الاحمر للفجل وتتميز خصائصها المضادة للاكسادة. تشمل فوائد الفجل ما يليه. تقوية الجهاز المناعي للجسم واحميته من الامراض والعدوى. يحتوي على مضادات الاكسادة التي تحمي الكبد من التليف وتحسن وظائفه. اللي عنده مشكلة في الكبد ووظائف الكبد يأكل فجل. يساعد على خفض ضغط الدم واحمية القلب والاوعية الدموية. تقوية العظام والعداء والعضلات. فوائد الفجل للرجال يحتوي الفجل على نسب عالية من مضادات الاكسادة التي يمكن ان تساعد على الوقاية من انواع معينة من السرطان. كما انها يحتوي على مضادات للالتهاب. التي ربما تقلل فرص الاصابة بالالتهاب. الفجل مفيد للرجال الذين يمارسون الرياضة. فهو قد يساعد على دعم صحة العظام وتقوية العضلات. وذلك لاحتواء على الكالسوم والبوتاسيوم. وقد تساعد مضادات الاكساد الموجودة في الفجل على تحسين القدرة الجنسية للرجال. وتعزيز جودة الحيوانات المنوية وزيادة عددها. الفجل قد يزيد يساعد في تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية. ويساعد على خفض ضغط الدم والحماية من الجلطات والسكتات وتقليل نسبة الكولوتسورول. فوائد الفجل للنساء يحتوي الفجل على مضادات بركبات. يمكن ان تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. كما انها ان تناوله يعزز انتاج الجسم احد الهيرمونات التي يمكن ان تساعد في الوقاية من مقاومة الانسولين المرتبطة ببعض الحالات مثل تكيس المبايد. الفجل منخفض السعرات الحرية واحتوي على نسبة من الالياف ولا يحتوي تقريبا على دهون ولا كولستورول مما يجعله يساعد على نزول في الوزن في حالة تناوله ضمن نظام غذائي صحي. يساعد الفجل على تقوية العظام والحماية من الهشاشة بفضل الكالسوم والبوتاسيوم. مضادات الاكسادة في الفجل تعزز صحة الجهاز المناع عند النساء مما يحمي من الامراض والعدوى للفجل خصائص مضادة للفطريات لذلك قد يساعد في الوقاية من الاصابة بعدوى مهبلية فطرية او قد يساعد على العلاجات والتخفيف منها. فوائد الفجل للحامل يحتوي الفجل على كمية جيدة من حمض الفوليك الضروري للحامل لحماية الجنين من التشوهات. يحتوي الفجل على البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم مما يحمي الحامل من تسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم. يساعد الفجل على الوقاية من مشاكل العظام التي تكون المرأة اكثر عرضة لها في فترة الحمل وهذا بفضل احتواء على البوتاسيوم والكلسوم. قد يساعد الفجل في دعم الجهاز المناعي للحامل في مواجهة الامراض. فوائد الفجل للكلة او للكلة. مضادات الاجسادة في الفجل قد تساعد في الوقاية من سرطان الكلة بالاضافة لانها تعزز وظائف الكلة وتحمي من تلف الخلايا. فوائد الفجل الابيض للبروستاتا. يحتوي الفجل الابيض على مركبات البلوفينول والكاتشين والبروجالون بخصائص المضادة الاجسادة والمضادات ومضادة الالتهاب مما يساعد على الوقاية من البروستاتا. وقد تساعد ايضا على الوقاية من سرطان البروستاتا. فوائد الفجل للكولون. يحتوي نص كوب الفجل على واحد جرام الالياف تساعد الالياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي وقد تلعب دورا في تخفيف تهيوجات الكلون كما تساعد في علاج الامساك. مضادات الاجسادة في الفجل قد تساعد على الوقاية من سرطان الكلون حيث تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف بفعل الاكسادة. فوائد الفجل للمعدة. اوضح الدراسة ان عصير الفجل قد يساعد في منع كرحة المعدة. عن طريق حماية جدار المعدة وغشائها المقاطل من الكائنات الحية الدقيقة والسموم. الضرة التي قد تسبب الكرحة والالتهابات. فوائد الفجل للعين. الفجل من الخضروات المفيدة لصحة العين لاحتواء على مركبات الكارتونيون. مثل اللوتين الذي يساعد على الوقاية من امراض العين. التي ترتبط بتقدم العمر مثل التنكس البقعي. وعتام عدسة العين. كما ان خصائص الفجل المضادة لالتهابات والمضادة الاكسادة تلعب دورا في الحماية من امراض العين. فوائد الفجل الاحمر للسكر. يحتوي الفجل الاحمر على مركبات الكزا والكزا ومركبات البليفونول النباتية المضادة الاكسادة والتي قد تساعد في الوقاية من مقاومة الانسلين وتنظيم نسبة السكر في الدم. الفجل غني بالماء والالياف وقليل الدهون والسعرات الحرارية كما انها غني بمضادات الاكسادة التي تساعد في الحماية من مضعفات مرضى السكر ولذلك يعد الفجل طعام مثالي لمرضى السكر. فوائد الفجل الابيض للتخسيس وعندنا فوائد الفجل للكحة بيساعد يا جماعة اللي عنده كحة مستديمة يأكل فجل على طول. فوائد الفجل للجنس انه هو بيفيد في اه الحيوية الجنسية والصحة الجنسية وزيادة عدد الحيوانات والحيوانات البنوية صحياتها للرجال فوائد بزور الفجل للعقم اللي عنده عقم ولا قدر الله وان شاء الله ربنا يشفيهم اللي عايزين اه بيدوروا على الانجاب بزور الفجل غلي بجيب بقى بزور فجل غنية بفيتامين جي ومضادات الاجسادة قد تساعد في زحسين القصوبة لدى الرجال والنساء كما تحتوي على حمض الفوليك وهو عنص غزائي مهم للصحة العامة فوائد الفجل للهرمونات يساعد في تنظيم الهرمونات واضطرابات الهرمونات لدى النساء وحالات تكييس المبايد فوائد الفجل الاحمر للمبايد للنساء فوائد الفجل للبشرة بيفيد جدا في البشرة من التجعيد والخطوط وتجدد شباب البشرة وحيويتها فوائد الفجل للشعر بها خصائص مضادات للفطريات تحمي فروة الرأس من العدوى الفطرية كما ان المعادة الموجودة فيه بتغزي الشعر فوائد الفجل وكيبوس يا جماعة فوائد بزور الفجل عندنا الف حاجة طبعا هنطول عليك ولكن كفاية اللي احنا عملناه فوائد عصير الفجل في الاخر اعمل الفجل اهم حاجة بقى جماعة عشان موضوع طويل جدا جدا ولكن هقول لكم الخلاصة بتاعة الموضوع ده تعمل حضرتك كوباية عصير فجل قبل بس ما تعملها لان الفجل دلوقتي مزروع طبعا وفي العادي وكل الاوراق معرضة للتراب والاتربة والغبار والديدان وكل ده فحضرتك هتجيب الفجل وتحطه في كمية مية كبيرة تغطيه وتحط عليه ربع كوباية خل وتسيبه لمدة عشر دقايق منقوع في الخل والمية علشان لو اي بكتيريا او اي حاجة تموت وتغسله كويس بعد كده هتاخد الفجل تحطه وتحط عليه نص كوباية لبن لو عايز او مية وتضربه في الخلاط وتشربه كوباية عصير يوميا هتلاقي احساس تاني هتلاقي معجزة ربانية اللي احنا قريناه في قدي مرتين علشان تقول الحمد لله ان حتى الناس الغلابة اللي مش قادرة تشتري فيتامينات وتشتري ادوية وتشتري مكملات غذائية ربنا سبحانه وتعالى عطاهم هذا الخضار اللي ممكن حتى تزرعه في اي مكان لو في البلاكونة هتزرعه في قصرية في البلاكونة هيطلع لك فجل على طول فنقول الحمد لله ونشكر الله سبحانه وتعالى على كل هذه المعجزات ويارد تبدأ بالسخدام عصير الفجل يوميا وهتلاقي حاجة تانية خالص ويا سلام بقى لو عملت عصير الفجل على الجرجير على نص كباية لبن او ربع كباية لبن بالصحة بالف هنة وصحة وعافية وطولت على حضراتكم ولكن الموضوع مهم جدا انتظروني في الفيديوهات القادمة وما تنسوش يا جماعة دعم القناة لو عايز يوصلك كل جديد اشترك في القناة ليصلوا كل جديد وما تنساش عمل اعجاب واللايك نشر الفيديو لتعم الفائدة ومشاركة الفيديو مع الاخرين وكمان ما تنساش كلمة تشجيع لفريق القناة ونقول دايما اللهم نستودعك الارض ومن عليها شكرا حضراتكم اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع